بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولف يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما جثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باحع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسحا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبدوهم أيهم أحسن عبلا وإنا لجعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن ما لبقوا أبدا صدق الله العظيم